وإلى البرصة المصرية حيث أنهت البرصة عملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه لغلق عند مستوى 649 مليار و 558 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.4 من 10% لغلق عند مستوى 9728 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.82 من 100% لغلق عند مستوى 1820 نقطة وهبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.63 من 100% لغلق عند مستوى 2693 نقطة